يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنا في أحد الشوارع وقاب لنا شاب معه جوال قد عرضه للبيع فقلنا له بكم فطال بستمائة ريال وحتى لا نشتريه منه قلنا ليس معنا سوى مئتي ريال فوافق على هذا السعر وكان عندنا شك كبير أنه مسروك وعندما وافق على هذا المبلغ القليل استحينا من الرجوع فأخذناه منه فهل يجوز لنا هذا؟ لا رجعوا عليه وخذوا جرام هذا مشكوكا فيه أنه مسروك ولغم كله كيف تنازل من ستمائة إلى مئتين نعم هذه تهمة قوية